موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن تصريحات القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الجزائر أجرت قناة الحرة الأمريكية حواراً مع القائم بالأعمال السفارة الأمريكية في الجزائر والذي تحدث عن نقاط مهمة استأنف الحراك الشعبي في الجمعات الأخيرة استأنف العودة من جديد للشوارع كيف تنظرون إلى كل ذلك؟ الولايات المتحدة تروج للديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم هذه واحدة من قيمنا الأساسية في السياسة الخارجية وهذا يشمل الترويج لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتقوية المؤسسات بما في ذلك بالطبع الحاجة للانتخابات النزيهة فيما يتعلق بالجزائر الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الجزائري في التعبير عن رأيه والتظاهر بطريقة سلمية وفي نهاية المطاف هذه مسألة خاصة بالجزائر والأمر يعود للشعب الجزائري لتطوير مؤسساته وحكومته كيف تقيم وضع حقوق الإنسان في الجزائر؟ خاصة أنه في تقرير الأخير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان ذكرت حالات تضييق على الصحفيين فيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان القيم الأساسية التي تروج لها أمريكا في العالم والأساسية في السياسة الخارجية هي الترويج لحرية التعبير والدين والصحافة والتجمع السلمي تقرير حقوق الإنسان يقطي هذه المجالات ونقشنا هذه القضايا مع الدول في أنحاء العالم خاصة فيما يتعلق بالصحفيين والنشطاء المحتجزين والذين تتم ضايقتهم وكما أشرتم تقرير حقوق الإنسان لـ 2020 نشرته وزارة الخارجية وأنا أشجع كل من يتم بحقوق الإنسان أن يذهب إلى موقع وزارة الخارجية التقرير باللغة الإنجليزية ولكن نتوقع النسخة العربية بعد أسابيع هناك حوار مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا جزء من الحوار العادي وهو الشهادة على تقوية وعمق العلاقات الثنائية كما استمعتم أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الجزائر تحدث من أن أمريكا تدعم حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي معناها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن دعمها للحراك الشعب القائم في شوارع الجزائري وهذا واضح وبين بل أنه ذكر نقطة مهمة عندما قال أن هناك حواراً مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا جزء من الحوار لتقوية العلاقات الثنائية هذا كلام دبلوماسي طبعاً يأتي من رجل دبلوماسي ولا يستطيع أن يقول أكثر من هذا لكن الواضح والبين أن هذا يؤكد ما قلناه من قبل حول سحب قانون تجريد الجزائريين من الجنسية عندما ذكرنا حينها أن ذلك جاء تحت ضغط أمريكي فرنسي من هي هذه الجهة؟ هل هي الشارع الجزائري؟ هل الذين انتقدوا هذا القانون من الأصوات التي تتحدث في الشأن الجزائري؟ هل هي المنظمات؟ أم هي دول؟ أجزم لكم بأن لو كان الأمر يتعلق بالناس الذين ينتقدوا في هذا القانون ما استمعوا إليهم أبداً بل الأمر يتعلق بدول هناك دول ضغطت على الجزائر لسحب هذا المشروع وتأولهم فرنسا وثانيهم الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا لديها العديد من الجزائريين وأدركت يقيناً أن إصدار مثل هذا القانون سيستهدف بعض الأطراف وهنا في فرنسا طيار مثل الطيار المعاك وهذه الجماعة لا تريد السلطات الفرنسية والدوائر الفرنسية المغلق تجريدها من الجنسية لذلك قامت بحمايتها هذه بوضوح وبعض الطيارات الأخرى أفضلاً أنها تدرك يقيناً أن الجزائر إذا فتحت هذا الباب ستجرد الكثير من الجزائريين الموجودين على الطراب الفرنسي من جنسيتهم وبينهم من لا يحملون الجنسية الفرنسية هم في محل إقامة فقط عندهم إقامة فقط إذا جردتهم الجنسية الجزائرية سيشكلون هاجس لدى السلطات الفرنسية مضطرة هنا تعملهم قوانين خاصة أو تمنحهم الجنسية أو أشياء من هذا القبيل إذن السلطات الفرنسية ضغطت على ناظرتها الجزائرية من أجل سحب هذا المشروع الأمر الآخر يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن أمريكا في هذه الفطرة بدأت تهتم بمسألة حقوق الإنسان في الجزائر وظهر ذلك من خلال التقرير الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا معلومات أن جهات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تواصلت مع السلطات الجزائرية من أجل موفاتها بمعلومات تتعلق بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها قاضية هذا القانون الذي رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما تستهدف به أقليات دينية معينة في الجزائر أو الناشطين تابعين لهذه الأقليات الدينية في الخارج وخاصة الأقليات التي صارت نصرانية وكما نعلم أن الكثير من التقارير الأمريكية تحدثت عن حقوق الأقليات وحقوقها في الجزائر وقد قلت حينها بأن أمريكا مهتمة بشأن حقوق الإنسان في الجزائر وأن هناك تحركات أمريكية وهو ما أكدها القائم بالأعماد الصفارة الأمريكية في الجزائر هناك حوار مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان واضح جدا أن الولايات المتحدة مهتمة وأن إدارة جو بايدن مهتمة كثيرا بشأن حقوق الإنسان في الجزائر وهذا الذي ظهر جليا في المواقف الجزائرية حيث تراجعت عن قانون ساحب الجنسية كانت بصدد إصدار مذكرات لملاحقة إعلاميين وناشطين جزائريين في الخارج بتهم الإرهاب ثم عدلت عنها هناك مخطط أمني ستقدم عليه في الفطرة القادمة وهو الذي رفضته فرنسا وتجلى ذلك أيضا في رفض فرنسا لهذه الأمور من خلال إلغاء زيارة وزير الأول الفرنسي إلى جزائر وهو يعتبر إلغاء لأن التأجيل من دون تحديد سقف زمني أو تاريخ محدد أعتقد بأنه إلغاء ربما يجري لاحقا على الاتفاق مجددا على زيارة في تاريخ أخر ولكن هذه الزيارة لم تؤجل لأنها لم يحدد لها وقت آخر بل ألغيت وهو ما يؤكد أيضا ما قلته من أن فرنسا ضغطت على السلطات الجزائرية لسحب قانون تجريد الجزائريين من الجنسية وكما نعلم أن جو بايدن كان نائبا لأوباما الذي اندلعت في عهده ثورات ما سميت الربيع العربي واعتبر جو بايدن من سقور الدعوة ودعم هذه الثورات إذن إدارة بايدن عبرت بوضوح للسلطات الجزائرية أنها تدعم المظاهرات السلمية وهذا معناه أن التعرض الأمني لها هو خط أحمر لذلك هذه المرحلة السلطات الجزائرية تمر بورطة حقيقية بمعنى الكريمة فهي لن تستطيع أن تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا لا يمكن أن تتصدى للضغوطات القائمة وخاصة أن هذه السلطة فيها الكثير من علامات الاستفهام فيما يخص الشرعية فيما يخص الانتخابات فيما يخص هذه الأمور إذن القبضة الأمنية التي تنوي السلطات الجزائرية التوجه لها في الفطر القادم وخاصة التهديدات التي أطلقها تبون وطبعا تبون تحدث باسم الأجهزة الأمنية واسم المؤسسة العسكرية هذه التهديدات كانت ستترجم في أمور عملية ولكن لا أعتقد أنه سيتم تنفيذها بالصورة التي كانت تنوي السلطات بعد هذه الرسائل الدبلوماسية والتي تحت طياتها الكثير التي وجهتها إدارة بايدون إلى الجزائر ويكفي أنه منذ مغادرة السفير الأمريكي الأسبق الجزائر في 2020 في أوت 2020 ولحد اللحظة أعتقد أنه لم يتم تعيين سفير جديد وما زال هناك قائم بالأعمال طرى لماذا لم تعين الولايات المتحدة سفير لحد اللحظة هذا لديه أبعاده السياسية ولديه الكثير من القراءات الواضح جدا أن إدارة بايدون تتريث بلا أدنى الشك وهي لم ترسل سفيرا لحد الآن تنتظر إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل هذه التطورات في ظل عودة الشارع بطريقة تتصاعد تدريجيا كل جمعة وبدأ الشارع يتقوى ويعبر عن رفضه المطلق لهذه السلطة وهو المأزق السياسي المعقد الذي ستؤول إليه جزائر وربما ستتحول مستقبلا إلى أزمة سأزمة تناقشها قوى كبرى وتناقشها محافل دولية وهيئات دولية إن أصر النظام على خياراته الأمنية وأصر الشارع على مطالبه برحيل الحكام الجد إذن عندما تعبر السفارة الأمريكية بهذه الطريقة التي استمعتم إليها وأن مسألة حقوق الإمسان مسألة قيم وأن حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هي من القيم الأمريكية أعتقد بأن هذه رسالة واضحة وبينة وعندما يضيق الخناق على النظام الجزائري لن يجد حينها سوى النجوء إلى الحوار فلذلك أنا حاليا أدعو السلطة إلى الحوار إلى التعجيل بالحوار لأن التعجيل بالخيارات الأمنية والملاحقات البونيسية والقمع للناشطين أعتقد بأن ذلك سيعجل الاهتمامات الدولية والضغطات الدولية وقلت مرارا وتكرارا أنه لا يوجد ما يجعل قضايا الداخل تتحول وتتدول إلى قضايا دولية إلا مثل مسائل حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان وهذا التعبير الأمريكي هي رسالة واضحة للجزائريين بأن أمريكا مهتمة بهذا الأمر وعندما يأتي القائم بأعمال السفارة ويتحدث من الجزائر عن مسألة حقوق الإنسان وعن قيم الدولة الأمريكية وما تدافع عنه في كثير من المحافل أعتقد بأنه لم يقل فقط بصريح العبارة للنظام الجزائري ما تقومون به هو اعتداء صارح على قيم الدولة الأمريكية وطبعا نحن نقول ذلك لا يعني أننا نزكي أمريكا فأمريكا ارتكبت الكثير من الانتهاكات خارج حدودها وطبعا هي القوة الكبرى التي تتعامل وفق المنطق الذي يخدم مصالحها لذلك على الدولة الجزائرية وعلى النظام الجزائري أن لا يقع في فخ حتى يصل به الحال إلى أن يغدو بين مطرقة أمريكية وسندان فرنسي أو العكس بين سندان أمريكي ومطرقة فرنسية وهذا بلا أدنى شك سيكون على حساب الجزائر وعلى حساب مصالحها وعلى حساب طراثها وعلى حساب ثرواتها وعلى حساب شعبها بلا أدنى شك نحن نرفض أي تدخل في الشأن الجزائري ولكن نؤكد على أن ما تقوم به السلطات الجزائرية هو الذي يساعد على التدخلات الخارجية تدخلات القوى الكبرى إذا تدخلت أمريكا وتدخلت فرنسا سيأتي دور الروسي وثم بعد ذلك يأتي دور دول أخرى وبعدها ينتقلون من مرحلة التعبير عن مواقفهم والتنديد بما يحدث إلى مرحلة معالجة هذه التي سيطلقون عليها الأزمة ثم بعد ذلك تحويلها إلى ملف لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعقد من أجله الندوات وتعقد من أجله الصفقات بين دوائر الخفية للقوى الكبرى لا حل لما يجري في الجزائر إلا بالحوار الجاد والحوار الذي ترفضه السلطة الآن ستلجأ له يوما مضطرة وفي وقت ربما لا ينفع فيه الحوار أبدا نذكر في التسعينات عندما نهض الخيرون وطالبوا بالحوار مع السلطة وطالبوا بإيجاد حل سياسي رفضت السلطة واعتبرت ذلك الخطاب لا حدث وبعد سنوات جعلت من ذلك اللحدث هو مشروع بتفليقة في الحكم مصالحة والوئام المدني وكانت الأمور ستتطور إلى عفو الشب فلا داعي أن نضيع الفرص الذهبية ونترك أمورنا تتحول إلى ناس آخرين يحلونها مشاكل الجزائريين يجب أن تحل بين الجزائريين ووفق رؤية يهمها الوطن وليس يهمها البطن أو يهمها أشياء أخرى على حساب مصالح البلاد والعباد للأسف الشديد ما حدث مؤخرا فيما يخص الشرطة والمظاهرات وقضية الطفل شتوان ثم ما يأتي على لسان القضاء من اتهامات تلاحق مجموعة من الناشطين أعتقد كلها راه تدخل في إطار خيار أمني تريده السلطة ولكن سيدفع ثمنه الشعب والوطن فلا يمكن للخيارات الأمنية في هذا الزمن وفي هذا الوقت وفي ظل عالم فيه إدارة أوبامية جديدة تتمثل في إدارة بايدون يمكن أن تنجح الحلول الأمنية فالحلول الأمنية تنجح في حل واحد هو تحويل البلد من أزمة داخلية إلى أزمة خارجية تخرج من بين أيدي أبنائها لذلك لاحظنا أن السلطة الآن تعيش في حيس بيس السلطة الآن أزمة صفعة بمعنى الكلمة صفعة وجهتها باريس إلى الجزائر بإلغاء زيارة الوزير الأول أيضا صفعة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت فيما يخص قانون سحب الجنسية وهناك ضغوطات أخرى فيما يخص الموقفين والمعتقلين ومعتقلين رأي إذن الجزائر بهذه الطريقة وبهذه الممارسات تضعون البلاد تحت ابتزاز قوى كبرى لا تهمها مصالح العباد ولا تهمها مصالح البلاد بما قدر ما تهمها مصالحها عبر استغلال مثل هذه الإزمات ولتحقيق ما تريد من خلالها لا تحول الجزائر إلى هكذا حل الأمور فيما بينكم أيها الجزائريون الحوار يا تبول يا شنغريحة العنطريات الفارغة التي تطلقونها والله لن تحقق شيئا والأيام بيننا سجال نتمنى الخير لبلادنا فلا يعقل أبدا ولا يمكن أن نرضى أبدا بجزائر الشهداء جزائر الثورة تتحول إلى قضية بين أياد أخرى خارجية لا ترتبط لا عرقا ولا دينا ولا خلقا ولا قيما مع دولة المليون ونصف المليون إلى لما سمعناه من واشنطن وما سنسمعه من موسكو ومن دوائر أخرى في قادم الأيام إذا لم يستفق الحكام من غيهم القديم ويواصلوا أو ينطلقوا حقيقة في مسار التغيير الذي طالب به الشعب لأنه لا خيار آخر سوى ذلك المطلب الذي رفعه الجزائريون في 22 فيفري 2019 ودون ذلك فالجزائر ستسير لا قدر الله إلى مستنقى يبكيه دما كل الجزائريين نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر